بعشرة نيسان بعام 1815 وعية الناس باندونوسيا على انفجار بركان جبل تاب بورا تسبب هذا البركان بوفاة 71 ألف شخص وأدى لكوارس مادي كبير كتير هذا البركان هو واحد من إحدى البراكين والزلازل والكوارس اللي صارت على كوكب الأرض وكل هاي المصايب صارت بسبب تغير كبير بالمناخ العالمي واللي أدى بشكل مستمر إلى حالات مختلفة من الطقس المتطرف مساء الخير معكم رادار واليوم رح نحكي عن السبات الشمسي قبل ما أحكي لكم عن الموضوع قم نطجي بحرام أو بطانية لأنه الموضوع كتير فيه برد بين عام 1790 إلى عام 1832 ظهر ما يدعى بالسبات الشمسي وسبب هاي الظاهرة نتجة عننا انخفاض بدرجات الحرارة وسميت تلك الأعوام بالتجمد حتى الموت لدرجة أنه صار التلج ينزل بعزدين الصيف ولما ينزل التلج بنص الصيف يعني ما عاد فيه تفاح تاكل وتتفرج على دار وما عاد فيه خضرة وإذا ما عاد فيه خضرة يعني ما عاد فيه غنم وماعج وبقر تاكل وتتمرضغ به الأرض وهيك رح يصير فيه عننا نقص بالموار الغذائية وبسبب هاي الظاهرة كترت انفجارات البراكين ومن أشهر البراكين هو بركان تامبورا اللي حكينا عنه من شوي هاي الظاهرة خلت عام كامل بدون صيف وهو عام 1816 علماء الأرصاد الجوية وخبراء من ناسها خايفين من هاي الظاهرة أنها ترجع خاصة أنه نرصده اختفاء بالبقعة الشمسية طبعا الشمس ما رح تطفي بس رح يخف إشعاعه والعواصف النارية الشمسية رح تكون أقل هاي السنة بس ليش هيك رح يصير لأنه الإشعاع المناطيسي للشمس صار كتير ضيف وهالشي بيسمح الإشعاعات تانية تدخل النظام الشمسي تبعنا طبعا أكتر ناس رح يتأثروا بهدول الإشعاعات هن رواد الفضاء والناس اللي ساكنين بالقطب نحنا كبشر عادين مع منطير ولا ساكنين بالقطب طبعا أغلب الكرة الأرضية عم تستنى الصيف لحتى أشعة الشمس تنظف الكوكب من البكتيريا وفيروس كورونا فهذا الاحتمال صار معدوم هلا ويمكن تكون أشعة الشمس الطبيعية غير كافية أصلا لقتل الفيروس طبعا العالم توني فيليبس قال أنه حاليا عم نستقبل الحد الأدنى من أشعة الشمس بسبب ضعف المجال المغناطيسي للشمس وهي الظهرة هي أقساب كتير من اللي شفناها بالقرن الماضي طبعا زملاء بوكادة ناس أحذروا من الموضوع لأنه خايفين يأثر هذا الموضوع على الكيمياء الكهربائية بالغلافة الجوة وهذا الشيء ممكن يزيد البرق بالجو وفيه شاعات أنه ممكن يتأثر الانترنت والكهرباء بكرتنا الأرضية يعني يلي شاف فيلم راديو فلاش ممكن يفهم شو رح يصير إذا تأثرت الكهرباء والانترنت بهدو الإشعاعات وبالأخير هل نحنا لازم نخاف من موضوع السبات الشمسة؟ وما مدى احتمالية حدوث السبات الشمسة؟ الأربعة الجاي شوفكن أخير